موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الكرام في هذه المداخلة الجديدة والتي سوف نتحدث فيها عن ما يشاء وتتناقله الكثير من الجهات حول ما سمي بعودة الجنرال توفيق إلى السلطة في البداية يجب أن نؤكد على أمر هام أن هناك الكثير من الجزائريين وخاصة فيما يسمى المعارضة الجزائرية لا يمكنهم أن يعيشوا إلا تحت ثلاثة أمور الأمر الأول هو بعبع ويتمثل في كل مرة يصنع بعبع معين وأكثر بعبع تمت صناعته هو بعبع توفيق سنعود للحديثات الأمر الثاني هو الوهم ويتمثل دائما في صراع الأجنحة أو في أي شيء تريد المعارضة أن تعلن مواقفها تجاه أمور معينة تتخذها السلطة في الجزائر دائما تنطلق من رؤية صراعات الأجنحة أن هناك جناح يتصارع مع الجناح وهذا هدفه واضح أولا الهدف يراد منه تصوير أن السلطة متصارعة متقاتلة أنها عبارة عن عصابات لا يهمها أمر الجزائر في أي شيء أمر آخر أنهم يعيشون أو يعيشون الجزائريين تحت ضغط أغط وخوف ورعب معين من أجل دفعهم إلى أجندات أخرى أمر آخر هو أن هذه المعارضة لا تملك ما تقدمه سوى الرهان على هذه وصناعة أجنحة ومحاولة إظهار أن لديها معلومات وهذا لا يعني عندما نقول وهم الصراع الأجنحة لا يعني أن هناك لا توجد خلافات ولم تحدث صراعات هذا طبيعي تحدث في كل الدول حتى القوى الكبرى تحدث تائما خلافات وكذا ولكن المبالغة فيها لحد أن يصير حتى على مستوى البلديات يتحدث إلا على الصراعات وكل شيء هذا وهم كبير الأمر الثالث إذا الأمر الأول البعبع الأمر الثاني الوهم الأمر الثالث يتمثل في الهاجس الاستخباراتي الهواجس حتى صارت أنه مجرد ما معارض يقول أو يعلن موقف لا يروق للطرف الآخر وإلا مباشرة هاجس المخابرات حاد إذن المعارضة التي تعيج في جو من البعبع والوهم والهاجس هذا المثلث الذي تتخبط فيه ما تسمى المعارضة الجزائرية هو مثلث قاتل ذبح تجارب التغييرية ذبح الحركة التغييرية في الجزائر ذبح الكثير وأدى إلى هلاك الكثير من المبادرات وضياعها ودخولها أولها وتورطها في مستنقعات لم تحقق منه شيئا لصالح الجزائريين بل أنه في كل مبادرة تغييرية إلا وتجد هذه المعارضة وهذه الواجهات تخنق الجزائريين في هذا وتحبسهم في هذا المثلث حتى لا يخرجوا منه بنتيجة تذكر بل دائما يخرجوا منه بخفي حني نعود إلى النقطة الأولى والمتمثلة في بعبع الجنارال توفير بعضهم يتحدث على أنه رب تزاير وهناك من استمعت إليه وهو يقول سمى نفسه رب تزاير سمى نفسه اليوما مع رب تزاير وهذا لم يحدث أبدا ولم يعلن توفيق يوما نفسه أنه رب تزاير ولا قال لهم أنني رب تزاير وليس دفاعا عنه سأتحدث ليس دفاعا عنه يجب أن نؤكد على هذا الأمر أنا تبعت في الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان كان ضمن الأشخاص المتهمين في قضية التعذيب التي فتحتها في سويسرا ما أنتقدته كثيرا وقلت بأنه مارس ليس فقط الإجرام بحق الجزائريين من تعذيب وانتهاكات في السجون وغيره عن طريق بيادقه والذين صوروه للجزائريين على أنه رب تزاير أيضا فكك الجهاز الاستخباراتي ونحن نعلم بأن جهاز المخابرات الجزائرية يعتبر من الأجهزة القوية وأول من اخترق الموساد الإسرائيلي هي الجهاز المخابرات الجزائرية وهذا الموضوع سنعود إليه مستقبلا إذن توفيق لم يقول لهم أنني رب تزاير توفيق يجب أن نؤكد عمره ما تعمل جناح وعمره ما كان جناح وعمره ما حط نفسه في مواجهة الرئيس الجمهورية دائما عبارة عن الخروف الوديع الخدوم الوفي للرئيس اللي يجي لم يفكر يوما على الخروج عليه ومن يقول غير هذا فهو لا إما جاهل أو مغرر به أو كذلك هذا مؤكد حتى في قضية هذا البعبع هذا التوفيق أكثر من روج له هي الجماعات المسلحة الأشخاص الذين تم توقفهم بتهمتهم الإسلاميين الإسلاميون هم أكثر من روجوا لبعبع توفيق بالسبب أن هناك من سجنوا هناك من عذبوا والناس اللي يعذبوهم في السجون أوحوا لهم بأن ما يقوموا به هي أوامر توفيق فعندما شخص يتعرض في السجن ويعذب من طرف كبران كيف رح ينظر إلى جنيرال كيف رح ينظر إلى جنيرال إذن هاجس وهذا البعبع التوفيقي هو وهم كبير صنعتهم الإسلاميون ومن يسيرون في فلكهم ومن هم حسبوا عليهم هذه النقطة النقطة الثانية قلت بأنه لم يكن هناك جناح بل أنه حتى في الفطرة اللي تحدثوا فيها بدأت حدثوا فيها على أنه توفيق هناك جناح توفيق و هناك جناح بوتفليقة كنت في ذلك الوقت قلت أن هذا صراع الأجنحة غير مولي لا يوجد شيء اسمه جناح توفيق قلت أنا وكان غيري اللي قالوا حقيقة وأكدوه في وسائل الإعلام هذا أمر مفروغ منه أنه توفيق لم يكن يوما جناح ضد بوتفليق بل أنه الوفي لبوتفليق أذكر في هذا السياح أنه لما بدأت بوتفليقة يضرب في جهاز الاستخبارات ويفكك فيه وغير فيه في ذلك الوقت تحدثت في مداخلة هاتفية مع مونتي كارل وإذاعة مونتي كارل على إخراج توفيق من الزباب الزيق ولكنها استراتيجية غير موفقة لأن الجميع هب لمساندته هذه مساندة إعلامية ولكن على مستوى جهاز ماذا سيفعل؟ فماذا سيفعل جهاز المخابرات الآن؟ هذا هو السؤال جنيرال توفيق رجاله أقرب المقربين منه في الجهاز تم إحالتهم على التقاعد وإبعادهم من الجهاز وتم التلاعب في كثير من الأمور لأن ماذا سيفعل توفيق؟ هذا هو السؤال مهم لن يفعل شيء وأنا أجزم لك أنه سيخرج إلى التقاعد أنا أجزم لك أنه سيخرج إلى التقاعد هل معنى أنه طيب سيد أنور مالك دقيقة فقط كلمة سمعت الآن الصراع في الجزائر الآن أنا أوافق أستاذ حدى حدى حزم أنه صراع في الجزائر الآن صراع ما بين الفاسدين الذين يمثلهم سعيد بوتفيقة وسعد زاني وشكيب خليل وهذه بوتفيقة هذا الجناح وبين جناح آخر يرفض هذا الفتاة بغض المضر عن نوايا بعض الأشخاص أكيد فيهم الذين يريدون أشياء أخرى قدرت عن ذلك في مطلع 2014 من أن توفيق سيحال على التقاعد أنا عندما تحدثت هذا الكلام ونشر كثير 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 هاجموني وقالوا هذا كلام فارغ وتوفيق لن يغادر وتوفيق هو اللي يعمل ويدير ويدير وسيقضي على بوتفليقة ويبدل الرؤساء آثل ما كانوا يقولوا على العربي بالخير أنه صانع الرؤساء وحقيقة العربي بالخير كان ظاهرة كان عنده نفوذ كبير وكان صانع حقيقة ولم يكن جناح ولم يكن جناح وكان حقيقة بعبع في الرئاسة ولكن توفيق تم المبالغة في أمر في شأنه فكل حوله إلى بعبع والجهاز إلى درجة ما يمكن تصورها لذلك أقول بأنه تحدثت عن هذا الأمر أنه سيحال على التقاعد وأذكر هنا أن سعيد بوتفريقة بحد ذاته كان ينظر إلى توفيق على أنه بعبع لأنه سعيد بوتفريقة كان يدرس في الجامعة كان في باب الزوار وكان في وسط عموم الجزائريين وكان ينظر إلى توفيق نفس النظرة التي امتلكها الكثير من الجزائريين على أنه توفيق بوابع وحتى لما راح الرئاسة الجمهورية بقي ينظر إليه هذا ولم يلتقيها أبداً ولم يرى في الفطرة الأخيرة بدأت عنده رغبة أنه يشوف توفيق وكان راح له وكان أياحيى على ما أعتقد أنه أياحيى اللي اتصل بتوفيق قال له بأنه السعيد حبي يشوفك اتصل به قال له مرحبا راحب قام معه بساعة أو ساعتين في المكتب خرج هو مقتنع ولا ننسى بأنه السعيد بوتفليق بغض النظر عن ما قام به من أدوار قذيرة وإفساد وهذا شأن آخر ولكن عن مستوى الشخصي هو ذكي جدا وتعلم الخبث والدهاء من شقيقه عبدالعز عندما جلس معه في المكتب إلى مدة زمنية خرج وهو يدرك بأن هذا البعبع أكيد شمن إنسان مسؤول منضبط عسكريا ملتزم بالبوتفليقية إلى درجة معي مستعد أنه يعمل ما يريد منه هكذا خرج خلاص نحى من رأسه حكاية البعبع تعتوفيق رجع وبعد ذلك بدأ يتحرك يقسله في جنحيه نحاله الضباط بدأ يغير ينحيله بعض المصالح من أمن الجيش وغير 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 وبدأ ينحيله يغيره أحاله كثير من الضباط على التقاعد وتوفيق يتفرج وحتى أنه فيه ضباط لجعل التوفيق قليل يجب أن تدافع عنه وتوفيق يرفع توفيق معروف بأنه أضرب الجهاز حتى في قضية الرتب هناك كفاءات نادرة في الاستخبارات الجزائرية أقساها توفيق وما خلاها بقيت في رتبة عقيدة لسنوات طويلة ما طلعتوا في الحين هناك ناس طلعهم لدرجة ألوي وجنيرالات وهم لا يمتلكون أي كفاءة سوى الكفاءة الإجرامية في ممارسة الإجرام بحق المعتقلين والموقفين وكذا وكذا وهو أجانب حقوق الإنسان توفيق أضرب الجهاز وبعد ذلك قالوا له لما تقرر إحالته على التقاعد سعد متفيق قالت ويحيى هز التليفون تصل بتوفيق قالوا أنت محال على التقاعد لما حويجوا وهز وراحل دار كانوا الضباط كبار محيطين به بينهم للتقيتهم الآن وراهم في التقاعد يحكوا لي بالحرف الواحد أنهم صدموا كانوا يتوقعوا أنه يتحرك كيف يعني مباشرة بهذه الطريقة وبهذه السهولة وهم يدركون جميعا أن السعيد بوتفليقة هو اللي أحاله على التقاعد ولا شيء عاد إلى بيته وانتظر حتى نهار لفطرة جاءت فطرة معينة ليكون في علمك ولم يمقى مباشرة في التقاعد بعد ذلك أخذوا سعيد بوتفليقة عمله شبه مستشار وكان يقيم في أحد الفيلا في الدراريا الدويرة الدويرة عفوا في الله في الدويرة على ما أذكر كان مقيم هناك وعملوا مكتب وعملوا كمستشار مستشار هذا هو التوفيق هذا هو الجنرال التوفيق اللي صوروه على أنه بعبع لا يوجد من خدمة كان عند الشادلي عبارة عن عن كان يشتاعه جالي بعده كيف كيف عند زروال الكل كل 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 ولكن أحاط نفسه ببعض الأشخاص هذا بالغ في الولاء ليه صوروه بأنه بعبع ومارسوا الإجرام فيهم الكثير اللي مارسوا الإجرام خاصة جانب الحقوقي الدراس اللي مارسته بحق بعض كثير من الموقفين بسبب إبعاد الكفاءات الحقيقية التي بينها التي قامت بمهمات استخباراتية عميقة في كثير من الدول وندرك تاريخ المخابرات الجزائرية في تأميم المحروقات وكيف اخترقت الإليزي وأيضا اختراقها للموساد التي لم يسبقها إليها رأفة الهجان أو غيره بل أن المخابرة الجزائرية هي أول من اخترقت من اخترقت الموساد أمر آخر فضلا عن الحركات التحررية كانت المخابرات الجزائرية لديها أدواتها في كل الحركات التحررية حتى في تنظيمات ميليشيات أو غيره 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 ليس المجال للحديث في هذا الأمر إذن قضية البعبع حكاية فارغ لما جات ما بعد في فريد وبعد ما حدث بينه وبينه وحاولت فيه إقجابه استشاره السعيد وبدوا يخططه بعد ذلك بدأوا في الأوين الأخيرة قبل الحراك الشعبي بدأوا يخططوا العهد الخامسة ثم بعد ذلك لما اندلع الشارع بدأوا يخططوا كيفاش يخرجوا من هذا المأزق من مأزق العهد الخامسة خططوا إلى مجلس رئاسي بدوا يتصلوا بواحد المعارض في الجزائر تصلوا بأحد أحزاب حزاب الإخوان المسلمين يتصلوا بمعارض في الخارج وهكذا بدأوا ينسجوا في خيوتهم وبعد ذلك تصلوا باليمين زروال وتعرفوا ما حدث خططوا لإقالة الجيد سالح الجيد سالح حد التوفيق وبعد ذلك تم سجن توفيق وشهدتوا كل طريقة إدخاله إلى السجن للأسف الشديد هذه المعارضة اللي كانت في يدها خيوط اللعبة في فطرة معينة عندما كان الشارع منظم ممنهج الشارع قوي الجيش يقول الجيد سالح يقول لهم تعالوا خلينا نكون جبهة واحدة المعارضة في تلك الفطرة المهوسة بهاجس بهاجس التوفيق وبهاجس يحيى وبهاجس غيره وبمثل هذه وعصابها الغرور غيره 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 فراحت ودخلت في دوامة وضيعت تلك أوراق القوة التي كانت بين العادت مجددا الآن لاستعادة حكاية بعبع توفيق أن الدولة التوفيقية قد عادت وأن جناح توفيق سيطر على الحكم واحد يقول لك قضية المعلومة والتحليل وهناك من يقول بأنه بأنه هناك قراء تدل على صحة المعلومة المعلومة المفادها أن توفيق رجع وأن توفيق صار يقيم في فيلته وعاد مجددا بقوة إلى الحكم وعادوا بعبع هذا ومن القراء الذي يقول فيها أن الجنيرال مجاهد عين مستشار عسكري ومستشار عسكري وأمني للرئيس تبون معناها أنه اسمعوا ما كان يقول على التوفيق معناها ره مدام مدح توفيق أو قال بأنني أقل رطبة من توفيق في مرحلة معينة إذن هو من رجال توفيق وأنه خروج جبار مهنة من السجن معناها وكلها هذه كلها فقط من أجل محاولة إقناع الجزائريين بأنه لم يحدث أي تغيير فقط وأنه مثل ما قالوا على أنه أو يحيا غير مسجون هناك قالوا في وقت حتى أو يحيا ره موجود في الإمارات آتوا غيروا 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 وعندما ظهر في تلك الصورة قالوا هنا إهانة وهنا هذا دليل على ضعف الدولة كما ظهر في الجناز أو أبدا ويخلطوا ويجلطوا وكل مرة مثل ما حدث مع كورونا كانوا في مرحلة معينة يقولوا كورونا ما كانش وذورك يقولوا الحكومة تخفي الأرقام الحقيقية الكورونا والذرر يقول لكورونا ما كانشو ورهوا تبون وجماعتهما اللي صنعوها فقط لإيقاف الحراكة الشعبية الأرقام غير حقيقية هذا التخبط الذي يوحي إلى أنه عندما تحس طرف أنه خسر كل أوراقه وأنه وهم اللي يحطه في راسه لأن اللعبة السياسية تحتاج إلى أذكياء تحتاج إلى دهاء حقيقي تحتاج إلى تحقيق الأهداف بالتدرج لا يمكن أبدا أنك ترمي كل شيء وتريد تحقيق كل شيء ضربة وحدة أعتقد بأنه هذا هو الغباء السياسي لدى ما تسمى المعارضة السياسية في الجميع إذن بدأوا يقول بأنه توفيق إذن هذه القرائم كل تدول على أنه توفيق قادم أقول هذا توفيق تم عنده فطرة سجن وحكم عليه بالسجن وتم استئناف الحكم وقد سيحاكم ما لا أدري متى ولكنه قد يحاكم في الفطرة القادمة سيحاكم مجددا قد يحكم عليه بسجن مخفف لأن القضية التي حكم فيها لا تتعلق بفساد ولا تتعلق بانتهاكات ولا تتعلق بشيء تتعلق بقضية ما سميت المؤامرة على الجيش وكانت الحقيقة هي قضية تأسيس مجلس رئاسي وإقالة القيد صالح وما إلى ذلك هذه الحكاية قد يحكم عليه بثلاثة سنين سجن نافذ قد يحكم عليه بسجن غير النافذ قد يحكم عليه أما أن يخرج من السجن نهائيا يخرج كأنه لا شيء ولو حد ومن دون محاكم قد سيدي ممكن يحكم عليه مثلا بالبراء ممكن يبر ويعود إلى به لكن أنه توفيق الآن يتحكم في الدولة وأنه عاد وكذا وكذا كلام فارغ كلام صبياني لا يمكن أن يعتد به توفيق لما سجن كان مريض أصيب بوعكة صحية نقل إلى مستشفى بوشاوي عيادة هناك هذه العيادة هي التي نقل إليها من قبل الجنرال بن لصيف الجنرال بن لصيف لما سجن في التسعينات وكان دخل سجن البوليدة العسكري سجن البوليدة العسكري اللي هو أصلا دشنه وتذكر أنا دخلت سجن العسكري للبوليدة وحكوا لي ناس ثم هناك وجدتهم سنوات لما دخلت أنا في الستة وتسعين في السجن العسكري لقيت ناس قدماء كانوا ثم حراس بدوها من كبران ولقيتهم أجدنات شاف يعني قضوا حياتهم منذ تأسيس لفتح السجن العسكري حكوا لنا كيف كيف جاه زاروا بن لصيف وهو جنرال وكان أمين عام وصل حتى بمنصب أمين عام للوزارة الدفاع وقال لهم أنتم صنعتو لنا فندقمس نجوم ونا بتصنعو لنا سجن وبعد ذلك لما سجن وضع فيه زنزانة الزنزانة صارت ضيقة حتى يقول لهم أنه الزنزانة ضيقة فأعطوه زنزانة ينام فيها وزنزانة أخرى يأكل فيها ويشرب فيها ووضعونه مساجين في خدمته وهذا ما حكى هو لي وحد الجدان شاف يسمونه صالح ولا جدان عطلة وغيروا عدة أجدانات شاف هناك في السجن توفيق كان في سجن البوليد العسكري سجن البوليد العسكري في خمسة عمارات على شكل نجمة لما تشوفها من فوق تشوفها على شكل نجمة الآ والبي والسي والدي كان الآ للناس غير المحكومين ومتهمين بقضايا الديزيرسيون البي الناس اللي محكومين بأحكام مشددة كبيرة وفيها عدة طوابق أعتقد فيها أربعة أو ثلاث طوابق كلها أيضا فيه السي فيه الناس المحكوم عليهم نهائيا بأحكام مخففة أقل من سنة ونصف دي أيضا فيه غير المحكوم عليهم والمتهمين في قضايا أخرى غير الفرار غير الديزيرسيون أما الأو فمحكوم عليهم نهائيا في قضايا أو بقيت لهم مدة أقل من سنة ونصف ويتواجد فيه الآ محكوم عليهم نهائيا ومخصص للخدمات الناس اللي يخدموا ينظفوا يخدموا في المطعم يخدموا في الأشياء أما الأو الناس اللي أقل من سنة ونصف ولا ليس من الخدمات والضباط اللي يضعونهم هناك المحكوم عليهم نهائيا هذا هو فيه جناح نمشي لما نخرج من هذه الدائرة الساحة لأن النجوم على شكل خمس نجوم هكذا وفيه ساحة بينهما لما نخرج من ساحة فيه هناك رواق نمشي شوية نجد المطعم قبل المطعم نجد رواق على اليمين لما نكون ماشيين إلى المطعم اللي يأكلوا فيه المساجين نجد رواق على اليمين هناك تدخل تجد فيه زنازين خاصة للأشخاص المحكوم عليهم أو المساجين المهمين هذه الزنازين كان فيها واحدة كان فيها علي بالحاج الفطرة اللي كان مسجون في السجل العسكري وكان أيضا بوم عرافي المتهم باغتيال وقتل محمد بوظياف أيضا كان موجود هناك وعندهم ساحة خاصة كور خاصة فيه شجرة يخرج هناك في الأوقات ولا يمكن رؤيته لا من من الزنازين ولا من الزنازين تعب السجيل لا تظهر غطة تماما بحيث لا يراه أحد ولا يمكن رؤيته من طرف أي أحد كان هناك في زنازين واسعة خاصة خاصة زنازين خاصة هذه للأشخاص الذين يريدون إبعادهم عن عنظار اللي دايهم ميزة معين توفيق الآن نقل إلى المستشفى لا أدري ليست لدي معلومات هل تمت إعادته أو ما زال هناك في مستشفى بوشاوي في عيادة بوشاوي هذا هو أما حكاية أنه تم إعادته ره في بيته في حيد ره هناك ليتحدث أنه نقله للشريعة فقط هذه الناس مهوسين ببعبع قلت لكم من البداية أنه فيه ناس مهوسين بالبعبع وهذا لذلك أرادوا العودة إلى لا يمكن أن تعيش المعارضة أراد خاصة الإسلاموية خاصة أصحاب الإسلام السياسي لا يمكن أن يعيشوا إلا بهاجس الاستخبارات وفي الجزائر يعيشون دائما ببعبع التوفيق حتى ترتاك لما جاء ما قدروا يعيشوا رغم أنه ترتاك توفيق لم يعذب الناس بيدي لكن ترتاك مارس أشياء كثيرة وأنا التقيت مع مساجين مروا على يدي ترتاك وفي بن عكنون وفي غير وغير وغير وفي مركز عنطر هذه هي الحكاية قضية عودة التوفيق وكذا لا هي تدخل في إطار معارضة بائسة معارضة عجزة عن احتواء الغضب الشعبي الجزائري عندما كنا نقول لهم في ذلك الوقت عليكم تمثيل الحراك الشعبي وضع قيادات ووجهات تمثل حراك الشعبي من أجل أن هذا يكون هو يفاوض السلطة أنذاك ويفاوض الأمور من أجل تحقيق أهداف ومن أجل وضع شخصيات من الحراك الشعبي تكون في السلطة قالوا لا تمثيل حراك الشعبي هو الحراك الشعبي حرك شعبية يا أخي الشعب المواطن ما يستطيع يقتذلك عمره كله وفي الشارع آرع بأي منطق تفكرون خلي تحقق الأهداف الشعب خرجلك للشارع أعطاك قوة إذن أنت مثله وأنت تواصل والشعب خليه يروح يمارس حياته عندما تدخل أنت في السلطة هناك عندما تدخل للسلطة وتضع رجالك وتتخندقهم في صناعة القرار ويشاركوا في صناعة القرار أو أن يكونوا أصحاب القرار هنا يبدأ تحقيق الأهداف مرحلة أخرى كي أهداف لا يمكن أن تتحقق من الشعب قال لك لا هذا هذا ما كانش منهو هذه مؤامرة على الحركة الشعبية الحركة الشعبية الشعب وهأورى وصارت حكاية استعمال كلمة الشعب بهذه الطرق التي لا تقدم ولا تؤخر شيء طبعا لن تتوقف الأمور هنا ستأتي مرحلة ويقول لك يحيط القوه وسلاله موجود موجود في الخارج وكذا 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 ستصنع سيناريوهات وسيناريوهات أنا أقول لكم توفيق حتى إذا كان حكم عليه بالتخفيف أو أنه بقي ثلاث سنوات أو مدة زمنية معينة وحكم عليه بثلاث سنوات انتهت عقوبته سيعود بيته وينهي حياته في السجن بهذه الطريقة توفيق انتهى أما قضية أشخاص كانوا مقربين توفيق كان مدير جهاز كان الرجل الأول في جهاز الاستخبارات هل في رأيكم يتم تفكيك هذا الجهاز نهائيا لأنه فيه أشخاص كانوا يتلقون الأوامر انتم ما تعرفون نفسية العسكر كثيرون لا يعرفون نفسية العسكر فيهم ناس يكونوا أصدقاء دفعة واحدة واحد يحال على التقاعد ولا واحد يتولى منصب مناصب عدية خلاص واحد ما يسأل في واحد وآحد راه ممكن ضابط كان واحد مسؤول عليه غدوة تنقلب بالآية الضابط هذا اللي كان الأخر يقول هذا مسؤول على ذاك ما يقولوا البارح كنت أنا مسؤول عليك ولا البارح كنا نرقده في شمبرة واحدة ولا تخرجنا دفعة واحدة هذا منطق الناس تتعامل كثير يتعاملوا بمنطق الغوغائية وبمنطقة كأنهم مش يتكلموا عن مؤسسة عسكرية لديها خصوصيتها ولديها كأنهم يتكلموا على جمعية الأحياء ما هي هكذا الأمور بل أنه فيهم كل مداخلة تتعلق بالعسكر يقول كنت في الخدمة الوطنية كنت في الخدمة الوطنية نعرف عبلة ونعرف عنطر ونعرف ما شو وعرف وكنت اطلعت على وثائق يعني لو كان أي إنسان أنا أؤكد بأنه الكثير من الجسائريين اللي تابعوا فيها الوطنية وفيهم يأدوا برطبة مرشح ضباط هل من المعقول أنه ضابط يأدي الخدمة الوطنية يطلع على كل هذه الأسرار ووفائق وتقارير سرية على من تكذبون حتى لما نيجي نحن لكنا في المؤسسة العسكرية ونقول كنا ضباط أه لا ما كنت تعرف شيء إذا كنت أنا كنت ضابط عامل يعني مجاجي ولا أعرف ولا أعرف هذه الأمور أنت قضيت سنتين خدمة وطنية مش نعارف وين صرت طلعت على أسرار الجنرالات كلام فارغ وأنا أؤكد لكن عرفهم عقداء برتبة عقيد لا يعلمون لا يعرفون شيئا عن أسرار جهاز المخابرات ولا غير بل أنه فيه اللي في المخابرات ولا يعرف إلا حدود المهمة الموكلة إلي إذن إخواني الكرام حكاية بعب عودة التوفيق حكاية فارغة لا أساس لها إذن لن تتوقف السيناريوهات كما قلت سيتم الحديث عن التصفيات سيتم الحديث عن اغتيالات سيتم الحديث عن قتل فلان ومات فلان سيعودون أن الجيد صالح لم يتوفى بطريقة عادية بل أنه توفى باغتيال كل السيناريوهات وسترون ما في حكاية التوفيق حتى لو يعلن لم يتوفى التوفيق وهو اللي يتحكم وجلسه وخيوط اللعبة وكذا وكذا والجنرال فلان وحافظين أسماء الجنرالات للأسف معارضة مثل هذه لا يمكن أن تصنع تغيير الجزائر والجزائر مستحيل مستحيل أنك تعيش في بعبع تعيش في بعبع تعيش في كوابيس تعيش كذا كذا وانت عايش في لندن وعايش في باريس وعايش في أي مكان أخرى وعايش في بهاجس المخابرات وأن المخابرات وريحركت أشخاص معارضين وتمشي رأذبهم حتى يطعنوا في فلان علان وأنهم جهات أخرى يخططوا لاغتيال معارضين هذه بضاعة مفلسة أرددتها الكثير ويرددها الكثير كل واحد جالس في معارض يوميا هو على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى اليوتوب وهو يصب في السلطة كيف يريد أن يبرز للمشاهدين أهميته يبرزها بأشياء الشيء الأول أنه يعطيهم المعلومات وكذا وجدتني معلومات وكذا وكذا كذا حتى يبرز بأنه عنده مصادر الأمر الثاني حتى يعطي احتمال معين قد يقع ما يشابه لي يقول لهم أنا جدني المعلومات من المكان الفلاني وكذا وشفت المصدقية الأمر آخر أنه مستهدف مستهدف في ماذا؟ مستهدف صفحاته على الفيسبوك يراد إقافه أن الذباب الإلكتروني الجنج الإلكترونية صانع حسابات تريد التشويه وأمر آخر أن المخابرات تلاحقه إما عن طريق مذكرة التوقيف وكذا 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 أو أنها تريد تصفيته واغتياله يكثر من هذا البعبة حتى يعطي أهمية لوجوده في الدولة التي يتواجد فيها أمر آخر يعطي أهمية لنفسه بأنه استطاع أن يؤثر على الدولة الدولة الآن راهي جالسة ولا يهمها إلا فلان في باريس أو علان في لندن أو بعلان في الدوحة أو خلان في مكان كأن هذا هو الأساس ونزيد نجزم لكم أنك فيها معلومات تنشرها بعض الصفحات يتم تسريبها من دوائر لديها حسابات أخرى تريد إشغال الناس بقضايا هامشية ووجدت هذا بمجرد ما تصل معلومة ولا تصل وثيقة ينفجر يا أخي نملك المعلومات التي لا تحصى ونملك الكثير ولكن ندرك تماما أن هذه المعلومات لو نعطيها لن تقدم ولن تنفع لا تنفع البلاد ولا تنفع العباد فليس كل ما نعرفه يجب أن نتحدث عنه وليس كل ما يصلنا يجب أن نروج له حتى نبرز أن لدينا أهمية ولدينا مصادرنا ولدينا ثقلنا ولدينا وزننا إذن إخواني حكاية العودة العودة التوفيقية ودولة التوفيق وما حكاية هي حكاية للعبث للعبث توفيق أخذه على الماء العيادة كما قلت هل مازال هناك أو أعادوه للسجن مجددا لا أدري سيحاكم في الفترة القادمة قد يأخذ حكم مخفف قد تكون براءة قد تكون سرسي قد تكون ثلاث سنوات قد تكون أي حكم آخر فإذا كان الحكم الذي صدر فيه يسمح له بالخروج سيغادر السجن ويذهب إلى بيته ولن يتكلم ولن يظهر ولن سيمكث في بيته ينتظر قدره ويقضي ما تبقى من عمره أما الأمر نفسه بالنسبة لترطاك أيضا سيحاكم لأنها نفس التهمة لأنه ترطاك لم يحاكم في قضايا جرائم ضد الإنسانية ولا قضايا فساد ولا أي شيء نفس القضية قد يخرج حتى هو أيضا يعود إلى بيته ويعيش حياته إذا كان الحكم مخفف أو أنهى عقوبته أو شيء آخر أو حتى إذا كان حكم مشدد سيأتي اليوم قد يمس عفو رئاسي أو قد ينتهي تنتهي عقوبته أو يرحل من هذه الدنيا الله أعلم الأمور أور مفتوحة على كل الاحتمالات إخواني الكرام قضية توفيق هذه هي القضية سيحاكم هو سمستمى استئناف الحكم سيصدر عليه حكم آخر قد يكون مخفف قد لا يكون بنفس المدة التي حكم عليه فيه قد تكون براءة قد تكون سرسي قد تكون ثلاث سنوات قد تكون أربعة أربعة هو الأمر نفسه بالنسبة إلى الجنيرال ترطاك بالنسبة إلى سعيد بوتفليقة هو ما متهم في هذه القضية سينال تقريبا نفس الحكم الذي يناله ولكن فتحت له قضايا أخرى تتعلق بالفساد قضيته ستنتقل من الحكم من المحكمة العسكرية وتصير عنده في قضايا أخرى في محاكم مدنية ومع قضايا أخرى قد يلتحق بالمجموعة تبعه في الحراش أو القليعة أو غيره هذه هي الحكاية وما فيها أما حكاية عودة التوفيق وعودة البعبة هذا فهي حكاية لا تصل حتى للألعاب الصبيان ولا نعمل بها رسوم متحركة فمثل هذه الأمور هو إشغال للناس على ما يهمهم وإشغال الناس بقضايا هامشية لا تقدم ولا تؤخر شيئا قضية الأولى للجزائريين هي ضرورة التغيير ضرورة بناء مؤسسات الدولة ضرورة إنعاش الاقتصاد هذا الجزائري ضرورة التكاثب من أجل حفاظ على أمن الجزائر واستقرارها والأمر هذا يحتاج إلى مراحل ويحتاج إلى درجات ويحتاج أما الصدام واستغلال كل الظروف وفبركة القصص وفبركة الحكايات وأيضا صناعة البعبع والوهم وتعدد الهواجس أعتقد بأن ذلك لن يفيد الجزائريين في شيء هذا بالمختصر المفيد حول ما يشاع عودة توفيق والإفراج عليه وعودته إلى بيته وهو الذي سيتردد مع موقفين آخرين هنا في سجون أخرى قد نسمع الكثير وأن الأموال لم ترد وأن المصادرات للممتلكات فلان وعلان لا أساس لها وما زالت السيناريوهات سنسمع الكثير الجزائريون يهمهم الآن أن أوقعهم الوضع الصعب الوضع على المستوى الاقتصادي صعب على المستوى الأمني صعب في الداخل وفي الخارج وعلى وفي المنطقة برمتها الجزائريون يحتاجون إلى تكاثف السلطة تحتاج إلى أنها حقيقة تكون سلطة تليق بعهد جديد تليق بما بعد 22 في إذري يجب الذهنيات القديمة أن تذهب وتنسى يجب أيضا اختيار الكفاءات الحقيقية التي تكون في مستوى التحديات القائمة المعارضة يجب أن تخرج من هذه المثلثات وهذه الدوائر التي تخنق به نفسها حتى جعلتها تضيع أي الكثير من الفرص عليها أن تكون معارضة بناءة معارضة متكتلة متوحدة معارضة تهتم بما يهم الجزائريين أما فبركة الحكايات واللعب على المشاعر وامتهان الأعراب أعتقد أن ذلك سيزيد في نشر الغثائية وسيزيد في نشر الغباء وسيزيد في نشر في إكثار من الغوغاء الذين صنعتهم مدرسة البتفلقية ولا تزال هناك الكثير إير مما يجب أن يعمل عليه الجزائريون فالتغيير ليس سهل والغد صعب والمرحلة معقدة تحتاجه إلى رجال يعني لديهم برامج ولديهم مشاريع أكبر من أطماعهم الشخصية ولا لتصفية الحسابات الذاتية ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في موعد جديد لنتحدث في أمور جديدة ولا يزال هناك الكثير مما يجب أن نتحدث عنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله